بسم الله وصلى الله على أسعاد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني وجينا للفقرة الفقهية أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما معنى الاستعاذة ومتى أقولها أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كده في القرآن الكريم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يبين لنا سبحانه وتعالى أن الشيطان كيده ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تستعذ بالله في كل الحالات في كل الأوقات عند دخول الخلاء تستعذ بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الصلاة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ لأن أنت لما تدخل الصلاة وتقول الله أكبر في شيطان اسم خنزب يأتي ليفسد عليك الصلاة يقول لك أنت رحت المكان الفلاني أنت هتاكل كذا هتشرب كذا بالعربية اللي أنت ركبها فيها كذا أنت ناقصك كذا هتعمل بش عارفة إيه يشغل عليك الصلاة تا شيطان اسمه خنزب سيدنا النبي قال استعذ بالله منه طب أقولوا إيه؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من همزه ولمزه ونفخه ونفثه وتدفل عن يسارك ثلاث مرات لما تعمل كذا يؤوم ينصرف عنك الشيطان ربنا بقول في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أخذ بالك أنت في الدنيا لك أعداء أربعة زي ما قال القائل إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة قسواتي وعنائي إبليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء الدنيا شغلاك فلا تنشغل بها إبليس يلبس عليك الأمر تلبس إبليس بيلبس عليك اعمل كذا سوي كذا ابتعد عنه استعذ بالله من الشيطان الرجيم لا تتبعوا خطوات الشيطان ليه يا رب إنه لكم عدو مبين ما هو الشيطان اللي وسوس لأبون آدم ستين حوى في الجنة فأكل من الشجرة فبادت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهم من ورق الشجرة لذلك ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيقول له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين طلب من ربنا أنه يبقى من المنظرين قال له إنك من المنظرين إلى يوم الدين ربنا أنظره اللعم اللي أنت عايز تعمله لكن لن تستطيع أن تضل عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يبقى الاستعاذة إن أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتحصن بالله من وسوسته ومن همزاته ومن نفثاته ومن نفخاته إن أنا أبتعد عن الشيطان أقول لها إمتى عند الصلاة عند قراءة القرآن عند دخول الخلاء عند الغضب عند الغضب شديد استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن أنت مجرد أن تستعذ بالله من الشيطان ينصرف عنك وفي نكتة لطيفة في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بعضهم الاستعاذة 24 حرف من قالها في أول النهار حصنه الله من الشيطان طول اليوم والليل طول النهار والليل 24 حرف مقابل 24 ساعة فإن استعذت بالله أعاذك وإن توكلت عليه سبحانه حصنك من كل مارد وشيطان صل على سيدنا النبي وقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها من كل مارد وشيطان وإنس وجان وعلى آله وصحبه في كل حال وآن ربنا يحفظنا وإياكم من همزات الشياطين ويصرف عنا كيده ووسوسته اللهم آمين والله تعالى أعلى وأعلم أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة